لكن مشوار النادي الأهلي باختلف عن مشوار فريق أساريا الليبي مشوار النادي الأهلي يا كابتن وائل الأهلي لعب أربع مباريات خسر شوت واحد قدام أهلي ترابوس وفاس ببقى كله 3-0 بنتيجة أشواط 12 شوت مقابل شوت واحد شايف مجموعة الأهلي لما خرج من المجموعة دي استفاد منها إيه من المباريات دي زي ما اتفاني قبل كده طبعاً المراهلي أدت فرصة لكاتل الحام المصالحي أنه يجرب كل اللعيبة ويخلي كل اللعيبة إداية في الملعب يعني الناس كلها دخلت أجواء البطولة في الأربع مصالحات اللي هو لعبهم يمكن هو الجيم الوحيد اللي خسره من أهلي ترابوس وهو حفز فيه على التشكيل اللي كان التدابيه الجيم دوات لأنه زي ما اتفقنا يوزع عم أعملية دوران للعيبة كلها في كل المطر فما كانش عنده مشكلة لما يخسر جيم ما كانش بالنسبة له مؤثر قوي على قد ما هو يدي فرصة للعيبة أنها تحتاج وتاخد على جو البطولة وتشارك فده برضو تحسب له يعني احنا برضو بقى عندنا شوية كده معلمات عن فريق أساريا برضو ممكن نقولها يعني المطش اللي هو التعلني مستوار بيدينا برضو انطبعات كده برضو زي ما اتفقنا أن الاثنين محترفين بيدرابوا خمسين في المية من ضرب الفرقة لكن الملاحظ النسبة تخلصهم حوالي تلاتين في المية يعني كل واحد بيخلص تلاتين في المية من الكور المرفع على هو سؤال بس كابتنوية المعليش لازم أسألوك هو ده VIS ولا ده داتا فولي لا ده ال VIS ده ال VIS ده ال VIS بس أنا اختلفت كتير على VIS والداتا فولي فضل زي ما اتفعنا هو ال VIS بيدي معلومات عامة يعني معلومات عامة ضرب كم كورة خلص كم كورة لكن التحليل بتاع الداتا فولي بيبقى أعمق شوية بالنسبة للسيرف هم جابوا إسين بس في المطش اللي فات فهو برضو سيرفهم مش مؤثر قوي البلوك عندهم لعيب في المية 18 وهو سعد العشيبي جوروكو أمياس شوية واخد ثلاثة بلوك يعني يمكن هم ستة بلوك في ثلاثة جيم ده في الفولي بيبقى في المستوى العالي اعتبر نسبة معقولة مش وحش لكن برضو عندهم حاجة واضحة جدا أن الخطأ المباشر بتاع العيبة بتاعتهم 21 كورة حلو عفو عند الخطأ